الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء أهلا بكم خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرم صبري يدعو الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه لمنع المستوطنين وشرطة الاحتلال من الاستفراد بالمسجد سلطات الاحتلال تخطر مساء أمس الجمعة بهدم ستة محلات تجارية في قرية أم ريحان جنوب جنين والمستوطنون ينصبون أربعة بيوت متنقلة في أراضي المواطنين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى السنوية الرابعة والخمسين للنكسة أو ما تعرف بحرب عام 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل صراع الإسرائيلي الفلسطيني مؤكدا أهمية القضية وحساسيتها من نسبة للعالم بأسره إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تفرج يوم غد الأحد عن أقدم الأسر الأردنيين وهو الأسير عبدالله نوح أبو جابر أربعة وأربعين عاما من مخيم البقعة بعد أن أنضى في الأسر عشرين عاما ونصف العام من الاعتقال نهاية الموجز إلى اللقاء